اشتركوا في القناة بالضغط على الزر اشتراك وتنبيه يعني الجرس والضغط على الجرس للتنبيه للحصول على كل ما هو جديد في عالم المعلوميات وشيء الآخر تستطيع أيضا مشاهدة فيديوهاتنا بصيغة Full HD بضغط على ADD واختيار خيال أخير 1080 HD نمر مباشرة إلى الشرح يعني هاتفه كأول للشي يقوم به السارق بعد أخذه فتحه إذا كنت يعني عامل عليه مثلا نمط أو كلمة سر أو حتى يعني بصمة على هاتفك يجرب يقوم بفتح هاتفك عادي جدا بعد أن يقوم بفتح هاتفك ولم يستطيع سوف ينتقل إلى مرحلة أخرى في هذه الشيء التي اسمها يعني مرحلة الفرماطاش يقوم بفرمطة هاتفك ليصبحها جديد ويقوم ببيعه أو شيء من هذا نحن قبل أن يقوم بفرمطة هاتفك وأخذه وببيعه بهذا التطبيق سوف نأخذ صورة للسارق أول شيء نقوم بأخذ صورة للسارق والشيء الثاني نقوم بأخذ عنوان السارق أو أين موجود هاتفك في تلك اللحظة بدقة 95% يعني درجة GPS تكون 95% يأخذك مباشرة إلى مكان السارق يعني بعد أن تأخذ صورة له ومكانه تستطيع تقديم إبلاغ صغير للشرطة وبعدها تحصل على السيد مباشرة وعلى هاتفك أخي الغالي بعد أن نقوم بتحميل تطبيق من جوجل بلاي أسفل الفيديو تقوم بالضغط عليه هنا وتفعيل هذه الخاصية بعد أن تقوم بتفعيلها سوف يخبرك أنه تكون في إدارة الأعمال الخاصة بالهاتف كما تلاحظ معي هنا تلاحظ هنا تقوم أنت بالضغط على أكتيف هكذا بعد أن تقوم بالضغط على أكتيف تصبح مفاعلة هذه الخاصية يوجد هنا جنيرال وهنا بريميوم بريميوم يعني خاصية المدفع خاصية المدفع هذه يعني تقوم بالدفع من أجل هذا التطبيق وتوجد مزايا أخرى جميلة يعني مضافة إليها أولا يعني إذا قام بتغيير شريحة سيم سوف تحصل على ميساج أيضا قبل أن يقوم بيعادة تشغيل الهاتف تحصل عليه ويقوم بتصوير عدة مرات يعني تحصل على عدة صور وليست صورة واحدة وهنا يقوم يعني إذا قمت بسرقة يقوم بإرسال السماس للشخص الذي ذعب إليه الهاتف المهم بعد أن نقوم بهذه الطريقة نأتي الآن لنجرب عليه يعني بعد ما هكذا نقوم بفتح الهاتف ونجرب عدة النماط هو يعني بعد أربعة تجارب فقط سوف يقوم مباشرة بالتقاط صورة وبعدها ماذا يفعل يقوم بهذا التقاط صورة ويرسلها إلى الإيميل الخاص بهاتفك يعني جيميل المستعمل جيميل المستعمل لهاتفك يقوم بإرساله قبل هذا أيضا من فضلك يعني تقوم بتفعيل خاصية الجي بيس لتكون يعني مفاعلة نهائيا أنت ليهم مكامرها فإنك تحتاجها كثيرا على هاتفك على غير هذا التطبيق مثلا لو كنت تستعمل ميته أو يعني أحوال الطقس مكان يعني تطبيق مثل صلاتك حتى يحدد مكان توجدك لتكون تواقيد صلات يعني محددة طبيعيا بعد أن نقوم يعني بعد أن انظر معي هنا للاختيار يعني كم من استعمال يستعمله بعدها مباشرة يقوم بالإرسال نحن نتركها اثنين فقط وبعدها سوف تذهب نذهب إلى الجيميل الذي خاص بالهاتف لترى يعني أنه التقط الصورة وقام بإرسالها مباشرة إلى الجيميل نترك هذا في يعني الفيديو حتى نصورها من جهاز الكمبيوتر أفضل أحبابي في الله لأريكم الصورة التي صورها لنا في هذا التطبيق وأيضا كيفية كانت يعني مكان أو يعني قام ب اختيار الموقع الذي نحن موجودين به الآن ننتقل مباشرة إلى الشرح على الفيديو أو على الكمبيوتر لتفهم يعني طريقة أفضل أحبابي في الله هكذا كما أخبرت كبان دخلنا إلى الحساب الجيميل الذي قمت بتفعيله على ذلك الهاتف الذي قمنا بتطبيق يعني طريقة يعني منع السرقة يعني الأليرت تأتيك هكذا كواتش أليرت كما تلاحظ تقوم بالضغط عليها وتلاحظ هذه جميع الأليرت هذه الأخيرة يخبرني ما هي الصورة الذي قام بالتقاطها لنا ويعطيك المكان هكذا ما تضغط على صورة المكان يأخذك مباشرة مكان الموجود في ذلك الشخص وتستطيع حتى يعني تقريبا درجة كبيرة تأخذ العنوان الخاص بالشخص تلاحظ ريبير أمامه مثلا هذه نقطة إشارة أخبرني أنه هنا يوجد ليسي تستطيع يعني اطلاع تلك الثانوية وتقوم بإخبار الشرطة كما أخبرتك انظر معي إلى المكان الذي أخذني إليه وشيء آخر هو قام باتقاط الصورة له معها في هذه الحالة تستطيع استعمال يعني هذه القضية كما أخبرتك بأخذ الصورة والمكان الموجود فيه الشخص وأخذهما إلى الشرطة بعدها مباشرة إن شاء الله سوف تحصل على هاتفك بدون أي مشاكل إن شاء الله أتمنى منكم نشر الحلقة إن نالت إعجابكم لا تنسى الضغط على الزر لايك اشترك بقناتنا لو كانت لك هذه أول مشاهدة لا نطيل عليكم أكثر من هذا سوف نلتقي في فيديوهات جديدة إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر